ضغط خارجي متزامن على حركة حماس لعزلها مالياً وشعبياً على غرار ميليشيا حزب الله اللبناني ففي واشنطن قدم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجرس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنع التمويل الدولي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي مشروع القانون يسعى إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجربية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما وإذا مرر مشروع القانون فسيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل العقوبات ستتضمن مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد وستطال العقوبات كل حكومة تقدم دعما لأعمال الإرهاب أو دعما ماديا للجماعات المحظورة أو أي حكومة يقرر بايدن أنها انخلطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم للحركتين في موازات التحرك الأمريكي تحرك ألماني تمثل في حظر استخدام أعلامي ونموز حركة حماس في عموم البلاد منعا لتشجيع الخطاب المتطرف والحث على العنف أتت تلك الخطوة بعد أن ارتفعت خلال الأسابيع الماضية أعلام لحماس في تظاهرات تحض على الكراهية بحسب السلطات الإلمانية ضد إسرائيل وضد اليهود أيضا وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة حماس كمنظمة إرهابية ترجمة نانسي قنقر